يالك اختر تاني في البال والتاني في البال ناري وارقادي وحداني هاد الليلة نعاسي محال رقادي محال وعادي وجماساني نشعل غزالي قنديل يتفاجل قلي بالعيان اهلا ومرحبا بكم متتبعين معكم تيفي حاليا كانت واجدوا بمنزل احد الفنانات بمدينة كرسيف حرياح الجبيل ملقبة بحريا ستار عرفينا عن نفسك حريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختي العزيزة اولا مرحبا بك في البيت الجالي مرحبا والف مرحبا ومرحبا بالمشاهدين لكي شاهدونا مرحبا بكم اه نقدم لكم انا حريا حجوبي من مدينة كرسيف ملقبة بحريا اغتيست فنانا اه نبدو بلوحة الوصلة غنائية نسمعنا الصوت ديالها هائل جدا نسمع المشاهدين الله يحفظك مرحبا اغنينا شيء اغنية مغربية مغربية مرحبا نروي الحكاية للليل نتفكر يا مزمان وعلاش علاش نسيتين نسيتين من بعد العشرة والعهد واقتاش تشوفك عينينا عينينا ما منك جوج انت واحد وعدي والجمان ساني وعدي والجمان ساني وعدي والجمان ساني وعدي والجمان ساني الجمان ساني الجمان ساني ما الغزالي وما الانساني وعدي تبارك الله عليك صوت جد جد رائع عوديني لك كيف مشاركتيش في المهرجانات ورغم أنهم وعدوك وكيف اشتمل اقصاء ديلك في مدينة كرسيف بالضبط معرفت شختي كنت دايجة كنت كنشارك في مهرجانات في كرسيف هنا دايجة من 2019 صراحة معي طولية ما مكي عيتوش لي يخصي شنو المشكل يوقع لك بالضبط ما عرفت شختي أنا موقع لي معهم لمشكلة ولو ما عرفت ش أنا راسي كنت سأل كيفاش ما بقوش كاي طولية الله أعلم صراحة تصلتي بيهم تصلت بيهم صراحة تصل بي واحد تصل بي واحد وقال لي يا راه معروف تصل بي واحد وقال لي يا اختي حريارها عيتو ليدرالي وقال لي يا راه اسمك مقترح بيننا الفناني في المهرجان ديالسيتون صوفي أنا قال لي يصفت لي البروغرام اللي غدي تديري قلت لي اوكي أنا ما صفت لي البروغرام صوفي صفت لي البروغرام اللي غدي تقلب علي قل كله اختي حورية ما تديريش على ذيك الهدرة اللي قلت ليك البارح ما زل ما دروا اجتماع وما زل ما قررواش كل اللي غدي يشارك وإلا بغوا يعيتو الكرا غي يعيتو وكل ما بغوش ما غي يعيتو شليك ما تديريش على ذيك الهدرة اللي قلت ليك شنو هو الطلب ديالك منهم كمسؤولين يعني دي المهرجان أو الموسيقى المغربية اللي متواجدة هنا فtakeكم kombin وشنو هو الهدف ديالك من هاد الغيناء فين بغية توصلت في هذا الحلم ديالك انشاء الله بابني الله придرسم بغو نوصل بغو نوصل ك فنانين يعني كباق الفنانين يعني بغن نكون حتى أنا جهرانك برام نبن ف vereته الفنية بغن نكون حتى أنا مش هورة كبيرة إن شاء الله يكتب الله اللي وسهله شنو متطالبة ديالك المطالبة من المسؤولين هو أنه ملتفتو لي لأنها أنا فنانة أنا فنانة أنا فنانة أنا فنانة سأحمر لهم الوجه يعني لا أعطيهم شيئا الذي لا تحمر الوجه بالعكس أنا فنانة أحطيه من قلبي أي شيء من قلبي إذا فنانة أكبروا بها سنكبر بهم وأكيد سنبين لهم المستوى الرائع الذي أريدهم في مدينة المشكلة هو أن لا أعطيهم لهم لا أعطيهم لهم القطرسي تنسيت صراحة في هذه المدينة ونتمنى أنهم يلتفتوا لهم والباقي الفناني ما هي نوعية الأغانية التي تقدمها؟ نوعية الأغانية التي تقدم أغانية مغربية وطرابية لها ليست من الدينة هل على الغازة التي تقدمuced عليه تكوين أو أغير أيها شيء fire أولاً علينا التكن عندما أقلنا التكن قريءا أسبب لله و Knut ọك ولكن كانت تطاغية على التكوين لديك صوت جميل جداً ولكن الحمد لله لم تكن صوتي بهذا خدمت عليه خدمت على صوتي ودربتني الناس الذين يمتعون فيها الفنانين وفيها طاقات صوتية وفيها أساتذة ودربنا عند أساتذة كبار تبارك الله إن شاء الله كما تشوفوا حورية كفيفة وتبارك الله عليها عندها صوت غنائي جميل جداً ونتمنى أنها تلقى أدان ساغية التي تلبيها المطالب ديالها خصوصاً المهرجانات ومسؤولين مدينة قرسيف وشكراً لك حورية على حسن الاستقبال وعلى الصوت الرائع كلمة آخيرة كنبغي نشكر عائلتي قبل كل شيء نبغي نشكر الأم ديالي والأب ديالي حتى هما سبب من بعض الله الزواجة اللي ومسندوني وقدموا لي يد المساعدة كنبغي نشكرهم من هاد المينبر وكنبغي نشكر أخوتي وخوتاتي العائلة ديالي الخوت والخوتات كنشكرهم جزيل الشكر كاملين وكنشكركم حتى انتمة لأنكم جيتوا عندي البيت ديالي وكبرتوا بي ولتفتوا لي شكراً الله كانت أكبر مفاجأة لي في حياتي صراحةً في هذه الأشياء وكنشكر حتى الأساتي ذات جاولي اللي مقرروني وعلموني وبقوا معايا وكنشكرهم يعني كتير شكر كتير يعني كنشكرهم وكنشكر حتى الأصدقاء ديالي كاملين كاملين صراحةً وكنشكر الناس اللي شجعتني والناس اللي دعمتني وكنشكركم جزيل الشكر صراحةً نتمنى وأنا المراجية إن شاء الله نجو نزورك في شي مهرجا ونصوره معك بإذن الله هذا من دوائي صروري أنا ركيكة تعرفيني مزيان وراكي عشرتيني أكيد وراكي شفتيني ديجا فمتيني يعني مرحبو ألف ألف مليون مرحبا باللي جا عندي مرحبا هذه وألف مرحبا أنا فقط يعني والله يعني صراحةً أنا كنتمنى أن المسؤولين هذو يلجفتوا لي والله إلا را كنت عيني من تهميش را صراحةً ما يمكنش أنا ما نستهلش هاد الشي اللي كي يوقع لي والله ما نستهل وصراحة